الشوط السادس على بركة الله ينطلق للخيل المهجنة لصيلة انتاج محلي تكافؤ هنا في هذا الشوط 14 راسم شارك 1400 متر مسافة هذا الشوط نتابع الآن الجياد تلتم مع بعضها البعض في المركز الأول تباشير والمركز الثاني لرعد الزعيم والمركز الثالث للمهيبة تغيير في المراكز الآن إلى المركز الرابع الجماهير وتراجع لشهد العسل إلى المركز الخامس إذن الجياد كتلة واحدة تسير بقوة نحو المنعطف قبل الأخير ونتابع وإياكم تباشير في المركز الأول وهنا تقدم لظليم ورعد الزعيم في المركز الثالث والمركز الرابع الآن إلى جماهير ومتابعة أيضا في خامس المراكز للنايف نيفرمايد إذن أتباشير في المركز الأول للسيد حمد علي حمد المري نتابع هنا الجياد تتجه نحو الانعطاف الأخير في هذا الشوط لازلنا مع تباشير والمركز الثاني مع ظليم بينما المركز الثالث من الخارج للجماهير والمايدة في المركز الرابع هنا تقدم إذن لمايدة المركز الثالث وأبرار إلى المركز الرابع إذن هنا الخط المستقيم آخر 300 متر في هذا الشوط تغيير في المراكز لأكثر من مرة ظليم واندفاع إلى الأمام وفي نفس الوقت أبرار اندفاع إلى المركز الأول لسيد حسين علي أحمد مكنان إذن أبرار إلى المركز الأول أبرار باقتدار إلى المركز الأول ومحاولة من المايدة محاولة من المايدة ولكن أبرار إلى المركز الأول ألف مبروك لسيد حسين علي أحمد بكنان والمدرب زهير محسن والخيال أدري ديفريس